يوم اكتصاب الصفة القطعية يعتبر هذا الشخص ميت ويرسل الحكم إلى الأحوال المدنية ليثبت قيده أنه ميت في سجل الأحوال المدنية الزمة المالية بمجرد وفاته بإمكانه الورثة إعلان وفاته وتثبيت وفاته بالسجل المدني تنظيم حصر أرض شرعي ممكن يرد حسب الحالة ممكن يرد ولاده إذا ما في عنده صبعه ممكن يرده أخواته بطريقة هما رجع هذا الشخص لقى أنه المال تبعه تبدد بالقانون حماه بشغلة كتير أساسية أنه المال الذي لم يصرف وهو تحت يد أحد الورثة بإمكانه يسترده حالات كثيرة يعالج القانون بما يتعلق بموضوع المفقودين نتعرف عنها ونتعرف على إشكالياتها خاصة أنه في مفردات لم تكن موجودة قبل الحرب صارت موجودة بعد الحرب وفي حالات كان القانون يمكن ما بيتعطى معها صار لازم يلتقى لتشريع برحب للحديث بهذا الموضوع بالمحامل أستاذ إيادة خين أستاذ إيادة أهلا وسهلا فيك شرفتني يسعد مساك وشكرا لك وخلينا نقول أول شيء كل عام أنتم بخير بمناسبة رمضان الكريم ونصبت الفصح المجيد ونتمنى للجميع السلام والأمان بإذن رب العالمين كل عام والجميع بألف خير أستاذ إيادة كيف عرف القانون السوري المفقودين سيد الكريم المفقود والغائب القانون السوري عالجوا من عام 1953 قانون الأحوال الشخصية إنما موضوع المفقود كان للترتيب أنه فقط عندما يتم 80 عاما ممكن أنه نعتبره مفقود طرق على القانون الأحوال الشخصية عدة تعديلات أول تعديل عام 1975 بعد حرب تشرين تحريرية وتاني تعديل صار سنة الألفين نزل مادة تانية أنه ليس المفقود فقط من أتم السمانينة عاما ممكن أنه نصدر حكم قضاء باعتباره ميت ولكن أيضا الذي تم فقدانه بموجب عمليات حربية وفق ما تقرره قانون الخدمة العسكرية الاعتبار أنه القانون في عمليات محددة بيقدر القانون العسكري أنه هاي الحالات فيها فقدان فالمفقود بالقانون القانون الأحوال الشخصية تصدتنا من المادة مئتين واثنين إلى المادة مئتين وستة خلينا نعرفها بشكل دقيق أن المفقود بأنه كل شخص لا تعرف حياته أو مماته أو قد يكون حياته محققة لكنه لا يعرف له مكانا هذا المفقود الغائب مختلف شوي الغائب هو الشخص الذي غادر القطر أو ذهب إلى مكان ولم يعود بسبب ظروف طارئة أو مدى على غيابه مدة سنة فعمليا كل مفقود هو غائب ولكن ليس كل غائب هو مفقود الترتيب طبعا نحن أنه مثل ما حكيت حضرتك هذا الملف ما بينصار غالبا إلا وتكون في أحداث صارت يعني سنة 73 وقت الحرب صار عالم كتير ومفقدت طر المشرع أنه يعدل القانون مش عالش هالحالات هاي كذلك الأمر الحرب اللعينة اللي إصابت سوريا من 2011 إلى الآن تسبب أنه صار في عدد هائلة من المفقودين فنحن الحمد لله أنه القانون موجود من سنة 2000 وعالج الأصص هيكلاتها بترتيبات جدا تقيقة وما في مجال أبدا لأنه حدا يعرف فيها يعني القانون بسيغته الحالية يغطي كل الحالات يغطي حالتين المفقود والغائب المفقود والغائب وكيفية الفقدان يعني نحن عنا كل شخص أستاذ باسل حياته بتنتهى بطريقتين إما الموت الحتمي والملموس بيموت الشخص بين أهله بيجي الدكتور بيعينه بيعطي شهادة طبية فهو موت ملموس أو أنه بيموت بيموجب حكم قضائي وهو ما هو موضوع المفقود والغائب فهنيك بيموجب شهادة من الطبيب بتسجل قيده ميتا بالأحوال المدنية هون بس لا يصدر حكم قضائي قطعي من لحظة قطعية القرار من المحكمة الشرعية يعتبر ميت ويسجل قيده ميتا يعني المفقود لا يوفى إلا بحكم قضائي أكيد إلا بمعرفة محكمة الموضوع وهي المحكمة الشرعية المختصة وهذه المحكمة تأخذ هذا القرار بناء على ادعاء أسرة المفقود ادعاء أي صاحب مصلحة أي صاحب مصلحة يعني بعيدا عن نوع القرابي أو صيلة لا بده يكون صاحب مصلحة بده يكون وريث أو له شأن محدد أي دعوة أستاذ باسل الشخص اللي بده يرفعه بده يكون له صاحب مصلحة لا يمكن تسمع دعوة ما شخص ليس له صفة في هذه الدعوة فنحن أي شخص صاحب مصلحة بتوجه للمحكمة الشرعية وبيطلب اعتبار هذا الشخص مفقود إن كان غائب أو كان مفقود وفقا للحالة إما بتمام السمانين أو على اعتبار أنه أتم أربع سنوات من تاريخ الفقدان بالحالات الحربية اللي مرئت فيها سوريا يعني ما في حالات من بعد الحرب أو السنوات الماضية الأخيرة اللي صار فيها حالات غياب كثيرة ما في حالات فيها ثغرات لم يتطرق لها القانون حسب اللي نحن اشتغلناه خلال فترة اللي أعطى القانون تطرق لكل الأمور على الإطلاق قانون واضح القضاة الشرعيين السادة القضاة الشرعيين على دراية كاملة وتجربة جيدة جدا وأي دعوة ترفع ضمن الشروط الشكلية وضمن المعايير القانونية فبتكون إجابة أنه صدور قرار باعتبار الشخص المفقود ميت أو الغائب ميت حسب الحالة متى توفي المحكمة الشخص بعد أي شروط تحقق؟ هلأ خلينا نحكي نحن خلينا نفرق بين شغلتين بالنسبة للغائب المعيار الأساسي حتى نعتبره أنه هذا الشخص هو غائب أو مفقود هو بيان الحركة اللي تصدر من الهجرة والجوازات الشخص اللي نحن بدنا نوفي إذا جبنا له بيان حركة من الهجرة والجوازات وكان خارج القطر ما عاد في مجال نحن نقول أنه هذا الشخص نرفع دعوة أنه هذا توفى خلال أربع سنوات مفترة الحرب فهذا إجبار يجب أن يتم في هون نقطة الأربع سنوات الأربع سنوات لازم يكون في سوريا لأنه مما أقول أنت شخص غادر سوريا تجي أحد الأشخاص يتضعي أنه هذا صلوا أربع سنين غاية فترة الحرب رقم الأربعة منين إجا؟ ليش أربع سنوات تحديدا؟ والله الأربع سنوات تعتبره يعني هو صار يعني قانونا بده أربع سنين نص قانوني مو موضوع جوازي هذا أنت توقف عنه القانون بيقول لك بدي أربع سنين أربع سنوات أربع سنوات من تاريخ الفقد من تاريخ الفقد شو اللي بيثبت تاريخ الفقد هنا؟ اللي بيثبت تاريخ الفقد هنا الشخص هلأ أنا بس بير إبشان ما نضوع الأخوة المستمعين نحن نطلع بيان حركة وهالشخص غادر مو على مسموع من زي مصلحة يرفع دعوة أنه هذا توفى الشخص خلال أربع سنوات فقط الشخص الذي لم يغادر القطر وفعلاً اختفى نحن ساعات عنا حجة نقول أنه هذا الشخص توفى خلال أربع سنوات اللي غادر سوفينا بدنا نحكي بموضوع شو أنه أتم الثمانين عاماً وما حدا سمع عنه شي وتتحقق الحالي بقرار القاضي الوفاة نحكي على الموضوع أربع سنين خلال سنوات الحرب اللي صارت الأربع سنوات أي شخص صاحب مصلحة طبعاً الآن إنسان يكون لصيق فيه أبوه أخوه زوجة زوجة صديق فهوات بيغيب يصير تعرف الحالة من حالة اجتماعية أنه هذا الشخص غاب خاصة إذا مثلاً أنه كان راح على منطقة ساخنة أو سمع أنه صار تفجير بمكان محدد فصار في شك أنه هذا ممكن يكون ضايع أو مباين أو هون مباشرةً صاحب المصلحة بيقدم ضبط هيك المفروط بيقدم الضبط أنه أنا ابني زوجي أخي صديقي يختفى ينظم ضبط شرطة بيسبت الواقع اللي من بدايته لم يظهر هذا الشخص يعني أنا خلينا نقول شخص غاب أول مرة سفقت غاب بشهر شباط أنا ضليت عم ببحث عنه مشافي ومخافر شرطة وأمن وكذا ما طلع معي بشهر ثلاث عملت ضبط شرطة سبتت أنا أنه بثنين شباط هذا الشخص طلع وما بان وبيجي بشهود بتنظم ضبط شرطة ضبط الشرطة هي وسيقة أساسية حتى نرفع فيها دعوة أمام محكم الشرعية لاعتبار هذا المفقود هو بحكم الميت يعني هاي بيبدأ الموضوع هون بس بده أربع سنين بده أربع سنين من تاريخ الفقد ومن تاريخ الضبط يعني المثبت بالضبط التاريخ الوارد في الضبط التاريخ الوارد في الضبط هلأ نحنا ننتقل قصة تانية أنه أنا كيف بدي أعمل هالعملية هاي شنو بدي أساوي نحنا أول شي في عنا ضبط شرطة أثبتنا في الغياب مره أربع سنين بتمام الأربع سنين أي دعوة أستاذ باسل بده يكون فيها مدعي ومدعي عليه طيب أنا شلون بدي أرفع دعوة على الشخص المفقود هو أساسا ما أنا موجود وأنا ما اعتبره ميت فلابد هون من النيابة الشرعية النيابة الشرعية تتجلى بهذه الحالة بما يسمى بالوكيل القضائي يعني أنا المفروض يجي شخص صديق أخ قريب جار أي شخص حسن السمعاء حسن فيه له شروط محددة بيدخل عند القاضي الشرعي بقدم طلب باعتباري وكيل عن الغائب أو وكيل عن المفقود القاضي الشرعي بيستجمع الشرائط المطلوبة عنده شرائط محددة مطلوبة لا حكم عليه ورقة من المختار شهود بيان حركة مثل ما حكينا عطاه ورقة نصبه فيه وكيل قانوني عن هذا المفقود طيب صار في عندي إذن مدة عليه وصار في عندي مدعي جيت الزوجة أو أحد الأطفال أو أحد الورسة تبع هذا الشخص صار بإمكانه يخاصم شخص ما بيرفع دعوة عالمي على الوكيل القانوني وبيقدم بيانات تثبت الحكينا عليها هي ورقة المختار بيان حركة شهود والقاضي بتحقق من الحالة بصدور قرار قضائي بهذا الشكل طبعا قرار قضائي بده مدة زمنية هو 30 يوم من تاريخ التبليغ للطرف الثاني مجرد نورة 30 يوم اقتصب القرار الصفة القطعية يوم اقتصاب الصفة القطعية يعتبر هذا الشخص ميت ويرسل حكم الى الاحوال المدنية ليسبت قيضه انه ميت في سجل الاحوال المدنية ماذا لو ظهر لاحقا هذه الكارثة الكبيرة وهذا الاشكال الكبيرة وله شجون ولكن وهون بزات الوضع ممكن يخطر على بال حدا سؤال في اشخاص موجودين بخارج بيئاتهم بخارج مدنهم سافروا من عرف عنهم شي في اشخاص انضموا لجماعات معينة ما عادوا حتى اهلهم بيعرفوا عنهم شي يعني قطع التواصل مع الاهل وفي حالات اخرى وجود مثلا الشخص في مناطق لنقول خارج سيطرة الدولة ممكن تدفع بالاسرة انه توفي لمصالح معينة استفادة من قرس قدرة التصرف بالاملاك طالما هداك منبين امتى ممكن يرجع حتى لو كانوا عم يتواصلوا مع بعض ممكن تكون هاي الحالات موجودة اكيد احنا بدنا نفرق بين حالتين انه هل هناك احتيال بهذا الموضوع ولا لا فعلا الموضوع ماشي بسياقه الطبيعي خلينا نقول اذا كان ماشي بسياقه الطبيعي اربع سنين احنا بنعرف انه الشخص يكون موجود على قيد الحياة في عنده تشابكات عنده تشابكات مالية بزمتون مالية زمتون مدينة ودائنة عنده زوجة عنده اولاد عنده اكتر من حالة خلينا نحكي بالحالة اللي هو الموضوع فعلا طبيعي وما في سونية وما في احتيال وصدر قرار قضايا باعتباره متوفي وتم تزديد قيده بالاحوال المدينة انه متوفي وظهر على ارض الواقع ورجع وشاف اللي بده يصير نحنا خلينا نحكي نفرق عنا نقطتين عنا الزم المالية والحياة الزوجية الزم المالية بمجرد وفاته بامكانه الورسة اعلان وفاته وتسبيت وفاته بسجل مدني تنظيم حصر ارض شرعي ممكن يرد حسب الحالة ممكن يرد ولاده اذا ما في عنده صباح ممكن يرده اخواته بطريقة ما رجع هذا الشخص لقى انه المال تبعه تبدد بالقانون حماه بشغلة كتير اساسية انه المال الذي لم يصرف وهو تحت يد احد الورسة بمكانه يسترده عدا ذلك لا يمكن ان يسترد شيء بسبب بسيط جدا ان هذا الورس قد حاز هذا المال بحكم قانون لم يستولي عليه لا اختلاسا ولا احتيالا ولا غصبا ولا اكراها المال ولا الممتلكات المال كامل كان مال منقول وان كان عقار هلا انا اذا انتقل احد العقارات لحد الورسة وما تصرف فيه بمكانه مباشرة يرجعه ولكن اذا تصرف فيه خلاص راح من حياسته هون عم تحكي عن القرث على القرث بس حتى في شغلة كمان خيرا نوضحها حتى اثناء غيابه اذا كان هو وارث هلا هون نحن عم نحكي مؤرث يعني اثناء غيابه توفى والده توفى شقيقه وبورثه فهو بنحط له جزء بنزل اسمه بحصر الارث كوارث ولكن هذا الارث موقوف الى حين اعلان الى حين اما عودته وان يتصرف الارث او يوفى حصة تبعه بتروح لشركاءه بحصر الارث وتوزع بينه وفق الانصب الشرعية طيب بس قانونا لما بدي يرجع الشخصي اللي كان توفى قانونا نعم شو بيصير بده يرفع اول شي بده يشطب القيد طبعا يعني ما فيني يروح عند الشخص قلو انا عايش بده هاي اخراج قيد انت ميت شنون انت عايش فنحن ابتداءا بده يرفع دعوة موضوع امام المحكمة الشرعية نفس اللي وفته يطلب فيه شطب القيد هون بده يخاصم فيه احوال مدنية لانه صار خصم احوال مدنية وده يخاصم فيه كل الورسة اللي ورسوا منه ويأكد انه هو موجود طبعا هيداوة تكون سريعة جدا والقاضي بيصدر قرار وبيشطب قيد انه هو متوفي شو بيكون مطلوب منه ثبوتيات اولا شيء يعني هو معروف يعني هو معروف من الجميع انه هذا الشخص هو موجود وبيثبت انه شو صار معي شدة شو صار معي اصاص مبرر الغيب في هاي حالات استاذ اياد سمعتم بهكذا حالات طبعا لكان لكان وجدت هذه الحالات بس ما امتدت لموضوع الارث يعني كان لسه ما كانت وصلا لموضوع الارث بس صارت كتير موضوع الزواج طب مثلا موضوع الزواج موضوع الزواج قصة اكبر بكتير وهنا الطلاق بتطلق بعد يعني في فرق بين انه اذا القاضي بده يطلق مثلا زوجة من زوجة الغائب او المفهود وانه منوفي هاي شرط وهاي شرط بالطلاق الامور بتاخد وقت اقل متما حكيت حضرتك انت بإمكانة الزوجة اذا هي ما بدأت تستمر بالعلاقة الزوجية ما لمضطرت يصدر حكم باعتبار المفقود ميت هي بإمكانة مباشرة مجرد غياب الزوج السنة كاملة بيلا عزر شرعي فهو مبرر للطلاق وتحته مسمى الطلاق لعلة الغياب ويكون طلاق في هذه الحالة هو طلاق رجعي بما معناه اذا رجع الزوج خلال فترة العدة تبعا بإمكانه يراجع دون الاذن منها ولكن عندما يصدر حكم من المحكمة باعتبار انه ميت فهون صارت فاتت بموضوء صار اسمها أرملة ففاتت بعدة الوفاة اذا ضلينا بالحالة الاولى ومرأة العدة وتزوجت السيدة لعلة الغياب ولا لعلة الغياب لعلة الغياب خلاص ما في مشكلة انه هي طلقت لعلة الغياب ولم تطلب وليست كانت أرملة هي طلبة الطلاق القاضي طلقها حتى ولو رجع بقط اذا رجع بخلال فترة العدة بإمكانه يراجع اذا تزوجت كان وفي قانونا نعم ورجع لقى الزوجة متزوجة متزوجة هلأ هون بالقانون قانون احوال الشخصية لم يعالج هذا الموضوع ولكن في عنا شغلة كتير اساسية بالقانون انه كل لم يتم ذكره ويعود به الى مذهب الامام الحنفي بهيك حالة دائما القضاء بيرجعوا للامام الحنفي شو أوجه حلول لهذه الحالات والغالب الموضوع انه اذا رجع الزوج بحالتين الحالة الاولانية انه تم الزواج من الزوج الثاني ولكن لم يتم المساكن لم يتم الدخول هون بهذه الحالة مباشرة بإمكانه يطلب انه يرجع مباشرة مع العلم انه حتى اذا تزوجت بهذه الحالة فهو بيرجع لزوجته بدون عقد لانه هو اساسا ما مات او ما طلق حتى ينفسخ عقد الزواج تمام ولكن هاي اول حالة حتى لو كان في عقد على زوج آخر لا اذا في عقد ابتداءه بده يبطل هذا العقد بده يرفع دعوة امام محكم الشرعية لان لا تصح الزوجة ان تكون على عصمة زوجتين بان واحدة بس هو بيقدر يبطل العقد طبعا لك بحالتين بدون موافقة الزوجة حتى طبعا بحالتين يعني يعتبر العقد الثاني باطلا بحالتين عند ظهوره وهو لم يطلق هو لم يطلق هو اعتبر مفقود وما يطلق عندنا حالتين الحالة الاولانية اذا لم يتم الدخول تمام الحالة التانية اذا تبين ان هذا الزوج يعلم بانه حي رغم ذلك احتال على القانون وتزوجها على علم بان زوج من يريد ان يتزوجه على ما زال على قيد الحالة في معدى ذلك في معدى ذلك خلاص الامور ثابت ومعت في مجال انه يرجع على الاطلاق وهي موجودة صارت صارت احد الحالات اللي صارت عنها انه زوجة طلعت على مصر موجودة حالة والان عبتعالج امام القضاء السوري زوجة طلعت على مصر اذا شخص اه ضحك عليها انا عندي معلومات اكيدة انه زوجك مات بالمعتقل وزوجك خلاص اموره مات فيه وميت هي طبعا نتيجة يعني محدودية العلمات تبعها ما طلقت او ما طلعت قرار باعتباره غائب وسافرت على مصر وتزوجت وجابت من الولاد بمصر صار في عقد هونيك صار في عقد هونيك هون ما في عقد طلاء ولكن عاصمته اجه هو مباشرة تمام والدعوة موجودة الان رفع دعوة على الزوجين بابطال عقد الزواج على اعتبار ان الزوج يعلم علم اليقين نقول انه صديقه يعلم علم اليقين انه هو موجود وليس ميت ودعوه منظورة امام القضاء حاليا اللي بدو يطلع هلأ غالبا القضاء غالبا المعمول فيه بدو يطلع قرار بابطال عقد الزواج واعادتها الهم مباشرة بس هوني صارنا عم نحكي بقضايا ممكن تكون موجودة بدولتين مختلفتين هون بدو يرفع الدعوة بس بمصر هي عقدة بمصر لما بيطلع عقد مباشرة ما تم اخذت قطعيته هون بشرط انه تكون المخاصمة صحيحة يعني هو بدو يخاصم الزوج والزوج ويبطل عقد زواجه ماذا لو كان لديها حاملات من الزوج الثاني هون فتنا باشكالية كبيرة وعليها خلاف كتير كبير غالبا الزواج الباطل عادة يبطل كل اثار ومعادا النسب النسب بها الحال هي صح نسب الطفل من ابو وامه ولكن يبطل عقد الزواج بس هذا الموضوع موضوع شائك وفقخي لدرجة كتير كبيرة وعليه خلاف كتير كبير كيف حالات من هاي هلأ عملك في دعوة هلأ منظورة هاي واحدة بس موضوع الاولاد يعني ان يعود الاب الاصلي وتكون السيدة تزوجت هلأ قليل حتى تصير لانه الاب الاصلي شنون يعني بده وقتها الغياب وبالتالي بيكون تسجل بده تسجل البلد وخلاص وصعب انه يثبت انه الزوج هو على علم بانه كان موجود او سافروا او راحوا الى دول مثل اوروبا مثلا هادول الاشخاص ممكن يكون في هون ما عملوا يعني اجراء قانوني هونيك مثلا تزوجوا من جديد سيدة تزوجت من جديد هون مثلا لم تطلق يعتبر العقد اللي عملته هونيك باطل هلا حسب هون العقد لا ليش اذا تزوجت هون ما كانت يعني ما كان في عقد وغاب زوجة وما رفعت دعوة انه غائب زوجي وما تطلقت من هون سيدة الكريم انا بالنسبة اني بمجرد هو انه وجودة هون على زمة شخص تمام بامكانها بامكانها هي تتزوج من شخص تاني حتى لو كانت على زمته قيدا ولكن بشرط ان يكون واقعة الطلاق قد وقعت بشكل حقيقي يعني بثير اشخاص بيرمي زوج عليها يمين الطلاق تمام وهي تعتبر شرعة مطلقة اي بس هون ما بتكون شرعة مطلقة ولكن قيدا ما لمطلقة بزبط هلا هون بامكانها هي تثبت انه انا صحيق قيدا ان هي العبرة مولا القيد هي العبرة للواقعة العبرة اذا الزوج غائب كيف بدأ تثبت انه طلقت والقيد يعني اهلا دعوة بدأ تثبت شهادة الشهود تثبت تثبت الطلاق بشهادة الشهود انه كنا موجودين وسمعنا مننا لفظة الطلاق واتطلقت وبتثبت واقعة الطلاق بالقيد المدني ويصح زواجة هناك الزواجة صحيح قولا واحدا ما في مجكلة عليه لانه الواقعة تمت هو موضوع الطلاق ولكن لم تتم لا بنزول الطرفين باجراء مخالعة رضائية ولا بالتطليق ولا بالطلاق ولكن لا يعني انه زواجة ما له شرع زواجة شرع شكرا جزيلا للمعلومات القانونية اللي بتقدم لناها دائما شكرا لحضرتك المحامل اصداد ايادة تقين اهلا وسهلا يسعد أوقاتك شكرا لك تضلوا بخير اعداد ريم سليمان جعفر مشهدية وفاء الحداد علاقات عامة آلاء عدرة سوشال ميديا هيثم صالحة نظير تيرو موسيقى يحيى جانو الهوية البصرية لمونتري ندين الهبل اخراج آية احمد المختار من الاحد الى الاربعاء الثالث عصرا عبر المدينة اف ام وتلفزيون الخبر موسيقى